علوم الصف الثالث العدادي حل وشرح بنك أسئلة كراس كتاب الأضواء على الدرس الأول المراية الوحدة الثانية صفحة 28 رقم 1 ألف اختر الإجابة الصحيحة لما يلي 1. إذا كانت زاوية سكوت شعاع ضوئي 60 درجة فإن الزاوية محصورة بين الشعاع الساقط وهي الشعاع المنعكس لساود ده شعاع الساقط ولما نعكس السكوت كام ستين درجة يولانكاس كام ستين درجة عاوز الزاوية بالإثنين يبقى كام صح 120 درجة إثنين تتكون صورة معتدلة معكوسة مساوية للجسم بوسطة نقط عدسة مكعارة عدسة محدبة مرآة مستوية طبعا مرآة ايه مستوية تلاتة إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بعد سلاس أمتار تكون المسافة بينه وبين صورته في المرآة نقط متر طبعا ستة ايه متر اربعة اذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية كما بالشكل المقابل تكون زاوية النعكاس وتساوي الميل تلاتين يبقى تسعين نقص تلاتين يبقى زاوية السكوت ستين درجة وكمان الانكاس كام ستين درجة احسب كيمة زاوية النعكاس في كل من الشكلين التاليين زاوية السكوت والنعكاس مع بعض مية وعشرين مية وعشرين على اتنين تساوي كام ستين درجة زاوية السكوت تساوي زاوية النعكاس تساوي كام خمسة اربعين درجة. اتنين. اكتب المفهوم العلمي لكل من واحد ارتداد اشعة الضوء الى نفس وسط السكوت عندما تقابل سطحا عكسا. انكاس الضوء. اتنين. الزاوية محصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس. زاوية الانعكاس. ثلاثة. قطعة ضوئية تكون صورة معكوسة الوضع. مساوية للجسم. طبعا مرآة مستوية. مرآة مستوية. اربعة. زاوية السكوت تساوي زاوية الانعكاس. قانون الانعكاس الاول. بقى علم يأتي. الشعاع الضوئي الساقط عموديا على مرآة مستوية يعني اعكس على نفسه. لان كل من زاوية السكوت تساوي زاوية. الانعكاس تساوي صفر. تلاتة الف. اكمل العبارات الاتية. واحد. ترى صورة وجهك في المرآة نتيجة نقطة الضوء. انعكاس الضوء. اتنين ازا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط. والسطح العكس تساوي اربعين درجة. فان زاوية الانعكاس تساوي نقط. اده الشعاع الضوئي الساقط. وده الشعاع الضوئي المعكس. الزاوية صورة بين الشعاع الضوئي الساقط. والسطح العكس. اللي هي زاوية ميل. اقول تسعين ناقس اربعين تساوي كان خمسين درجة. هي لخمسين درجة. تلاتة. بعد الجسم عن مرآة مستوية يساوي نقط. بعده عن صورته. هذا المرآة مستوية. وهنا الجسم. وهنا الصورة. بعد الجسم عن المرآة. نقط. بعده عن صورته. يعني دية قد ايه بالنزل دي كلها? طبعا نصف. يبقى ايه? نصف. اربعة مقدار زاوية. انعكاس شعاع الضوئي يسقط عموديا على سطح مرآة مستوية. يساوي صفرة. بقى ما معنى ان واحد زاوية انعكاس شعاع. واحد زاوية انعكاس شعاع ضوئي تساوي خمسة وتلاتين درجة. اي ان الزاوية محصورة. بين الشعاع الضوئي. المنعكس. والعمود المقام. من نقطة السكوت على السطح العكس تساوي خمسة وتلاتين درجة. اتنين زاوية سكوت شعاع ضوئي تساوي صفرا. اي ان الشعاع الضوئي يسقط عموديا على سطح المرآة. تطبيق اتنين. اختر الاجابة الصحيحة. لما يلي? واحد. من الرسمة المقابل تكون صفات الصورة المتكونة. هنا الجسم بين البورة وبين المركز. هتكون له صورة على بعد اكبر من المركز. خواص الصورة حقيقة مقلوبة مكبرة. اتنين. تستخدم نقط في الفنارات البحرية التي توجد في الموانئ. لارشاد السفن. طبعا مرآة مكعرة. ثلاثة. اذا كانت المسافة بين بقرة المرآة ومركز تكوورها تلاتة سنتيمتر. من هنا الهن? تلاتة سنتيمتر. فان نصف كتر تكوورها يساوي يبدو كله كام? صح? ستة سنتيمتر. اربعة. مرآة مكعرة كترها عشرين سنتيمتر. الكتر عشرين. يبقى نصف الكتر كام? عشرة. يبقى البعد بور كام? خمس سنتيمتر. لكي تتكون صورة تقديرية مكبرة يوضع الجسم امامها على بعد يساوي. عشرة تتكون صورة تقديرية مكبرة الجسم يكون على بعد اقل من البعد البقر. يعني اي رقم اقل من الخمس. كام? ثلاثة سنتيمتر. بقى على اللي ما يأتي. تستخدم المرايا المكعرة لتوليد حرارة شديدة. لانها تجمع العشعة الضوئية. المتوازية في البقرة. مولدة حرارة شديدة. اكتب المستقيم المار بمركز تكور المرآة واي نقطة على سطحها العكس خلاف كطبها المحور الثانوي للمرآة. اتنين مرآة تكون دائماً صورة مسغرة للأجسام. المرآة المحدبة. دائماً صورة تقديرية معتدلة مسغرة. ثلاثة المسافة بين بقرة المرآة وقطبها البعد البقري. اربعة الصورة التي يمكن استقبالها على حق. الصورة الحقيقية. والتي لا يمكن استقبالها على حق الصورة التقديرية. بقى. وضع بالرسم خواص الصورة المتكونة لجسم يوضع على بعد يساوي ضعف البعد البقري. امام مرآة مكعرة. هنا البقرة وهنا المركز. شعاع بيسكت موازياً للمحور اصلي ينعكس مراً بالبقرة. وشعاع مراً بالبقرة ينعكس موازياً للمحور اصلي. هنا الصورة التكونة. خواص الصورة حقيقية. مقلوبة. مساوية ايه للجسم. ثلاثة. الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات التلاتية. واحد. الشعاع الضوء الساقط على مرآة مكعرة مراً بمركز تكورها ينعكس على نفسه. لان كل من زاوية السكوية تساوي زاوية. تقال نكاس تساوي صفر. اتنين توضع مرآة محدبة على يمين ويسار ساق السيارة. لانها تكون صورة معتدة لها مسغرة فيكش في الطريق خلفه. ثلاثة. ازا وضع جسم طوله خمس سنتيمتر. امام مرآة مكعرة عند مركز تكورها. تكون له صورة طولها عشرة سنتيمتر طولها خمس سنتيمتر. لان الصورة بتكون مسوي للجسم. اربعة. المرآة مكعرة تكون صوراً حقيقية دائماً وتقديرية. لما يكون الجسم فين? على بعد اقال من البعد الباري. با. وضع الجسم على بعد عشرين سنتيمتر من مرآة كرية. نصف كتر تكورها عشرين سنتيمتر. يبقى الجسم فين? عند المركز. يبقى نصف الكتر عشرين. يبقى نق كام بتسوي عشرين سنتيمتر. يبقى البعد البقر كام بتسوي عشرة سنتيمتر. وعندما وزحت المرآة خمسة سنتيمتر نحو الجسم. يبقى الجسم كانه فين? بقى بين البقرة وبين المركز. تكونت له صورة على حقل. ما نوع المرآة. طبعا المرآة مكعرة. طبعا ما تكونتها على حقل بمكعرة. حدد مكان الصورة الجديدة وخوصها. لما يكون الجسم بين البقرة وبين المركز بتكون له صورة على بعض اكبر من المركز. خوص الصورة حقيقية. مقلوبة. مكبرة. اختبار على الدرس الاول رقم واحد الف. اكتب المفهوم العلمي لكل من. واحد. قطعة ضوئية تكون صورة معتدلة تقديرية. مساوية للجسم. المرآة مستوية. اتنين نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس لمرآة الكورية. قطب المرآة. ثلاثة. زاوية سقوط الشعاع الضوئي. تساوي. زاوية انعكاسه. قانون. الانعكاس الاول. بقى. متى يحدث كل من. واحد. تكون زاوية السقوط تساوي. زاوية الانعكاس تساوي صفر. عندما يسقط الشعاع الضوئي عموديا. على السطح العكس. اتنين. عدم تكون صورة لجسم امام مرآة مكعرة. عندما يكون الجسم على بعد يساوي البعد الباري. جيم. واضح بالرسم. مع ذكر خواصة الصورة متكونة. لجسم موضوع امام مرآة مكعرة. على مسافة اتناشر سنتيمتر. ازا كان بعدها البعري خمسة سنتيمتر. طيب البعد البعري خمسة. يبقى نصف الكتر كام عشرة. طيب الجسم على البعد كام اتناشر سنتيمتر. يبقى الجسم يمكنه فين? على بعد اكبر من المركز. يبقى هنا البقرة. وبين المركز. هنا الجسم. شو ما عبي يسكت موزيع المحور اصلي. يعني عكس مرا بالبقرة. وشو ما عم مرا بالبقرة. يعني عكس موزيع المحور اصلي. هنا الصورة تكون. بين البقرة وبين المركز. خمسة الصورة حقيقة. مقلوبة. مسغرة. اتنين الف. اختر الاجابة الصحيحة. لما يلي. واحد. مرقاة مقعرة بعدها البقري تمانية سنتيمتر. وضع جسم. امام هذه المرقاة. فتكونت له صورة على بعد عشرين سنتيمتر. من المرقاة. فهذا يعني ان بعد الجسم على المرقاة يكون نقط سنتيمتر. البعد البقري تمانية سنتيمتر. يبقى نصف الكتر كام? ستاشر سنتيمتر. طيب الكونات له صورة? على بعد اكبر من ستاشر. يعني على بعد اكبر من المركز. يبقى الجسم ما كانه فين صح? بين البقرة وبين المركز. يعني على بعد اكبر من تمانية وهقل من ستاشر. عشان تتكون صورة. تاني عشان تكون صورة. هائية مقلوبة مكبرة. على بعد اكبر من المركز. يبقى الجسم بين البقرة وبين المركز. يبقى تمانية سنتيمتر. اتناشر. ستاشر. عشرين. ايه الرقم اللي بين التمانية والستاشر? صح رقم بقى? اتناشر سنتيمتر. اتنين القطعة الضوئية التي تكون صورة تقديرية معكوسة ومساوية للجسم. هي مرقاة مستوية? طبعا مرقاة مستوية. ثلاثة. عند وضع الجسم طوله ستة سنتيمتر امام سطح عكس محدد. وعلى بعض منه يساوي نصف كتره. تكون له صورة طولها. المرقاة محددة دائما تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة. يعني طولها هيكون اقل من طول الجسم. ايه اللي اقل من ستة? اربعة. بقى. اسكر موضع وخواص الصورة المتكونة في كل من الحالتين. الاتيتين. واحد. جسم موضوع امام مرقاة محددة. تكون الصورة خلف المرقاة. ايه خواص الصورة? تقديرية ومعتدلة ومساوية. اتنين. جسم موضوع امام مرقاة مقاعرة. على بعد يساوي ضعف بعدها البقري. ايضا الصورة تكون على بعد يساوي ضعف بعدها البقر. يعني عند المركز. هواس الصورة حقيقية. مطلوبة. مساوية ايه? للجسم. جيم. اكمل العبارات التالية بما يناسبها من بين الكوسين التاليين. نصف. نفس. ضعف. واحد. نصف كتر تكور مرقاة كرية. نقط. البعد البقري لها. طبعا ضعف. اتنين. بعد الجسم عن سطح مرقاة مستوية. نقط. بعد الجسم عن صوراته المتكونة. طبعا بتكون نصف. بعد الجسم عن المرقاة نقط. بعد الجسم عن الصورة. ارسنها. اده المرقاة. واده الجسم واده الصورة. المسافة تهيت. ايه بالنسبة المسافة دي كلها? طبعا بتكون ايه? نصف. تلاتة الف. اكمل العبارات الاتية. واحد. المرقاة الكرية لها محور نقط واحد. اصلي. وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. اتنين الصورة المتكونة لجسم. بواسط مرقاة نقط تكون دائما مصغرة ونقط تقديرية صح. المحدبة. مصغرة ومعتدلة وتقديرية. تلاتة. المرقاة الكرية التي بعدها البؤري اربعة سنتيمتر. يكون كترها الاربعة فاربعة ستاشر سنتيمتر. اربعة. المسافة بين بؤرة مرقاة مكعرة وكطبها. تسمى صح البعد البؤري. البعد البؤري. بقى. كارن بين الصورة الحقية والصورة التقديرية. الصورة الحقية يمكن استقبلها على حق. تتكون من طلاقي الاشعة الضوئية المنعكسة. دائما تكون مقلوبة. تتكون امام مرقاة. الصورة التقديرية لا يمكن استقبلها على حق. تتكون من طلاقي ابتدادات الاشعة الضوئية المنعكسة. دائما معتدلة. تتكون خلف المرقاة. جيم ما زيحدة سعين ده واحد. وضع مرقاة مستوية على يسار الصائق. بدلا من المرقاة المحدبة تتكون صورة معكوسة مساوية لجزء صغير من الطريق. وبالتالي لا يستطيع كشف الطريق خلف بضوح. اتنين سكوت شعاع ضوئي على سطح مرقاة مكعرة. موازيا للمحور الاصلي ينعكس. مارا بالبقر الاصلية. اربعة الف. ده علامة صح او علامة خطأ امامها العبارات الاتاتية. واحد. البقر الاصلية للمرقاة محدبة. تنشأ من تلاقي. الاشعة الضوئية المنعكسة. طبعا تلاقي امتدادات الاشعة الضوئية ومنعكسة. اتنين. اشوعة الضوئة الساوكت موازية للمحور الاصلي لمرقاة مكعرة. يعني عكس مرا. مركز تكورها مرة من البقر. برا خطأ. تلاتة. الجسم الموضوع عند مركز تكور. مرقاة مكعرة. لا تتكون له صورة الجسم الموضوع عند البقرة. بقى الخطأ. بقى اذكر الرقم الدال على كل مما يأتي. واحد. البعد البقري لمرقاة كرية. كترها عشرين سنتيمتر. عشرين والاربعة. خمس سنتيمتر. اتنين المسافة بين الشخص وصورته. عندما يقف على بعد تلاتة متر من مرقاة مستوية ستة متر. تلاتة كلمة زاوية العنكاس ازا كانت الزاوية بين الشعاع الضوئي الساقط. وواسط حي المرقاة المستوية تسعين درجة. تسعين درجة يعني ايه? يعني بيسكت عمودي. يرتد على نفسه. كل من زاوية السكوت تساوي زاوية العنكاس تساوي ايه? صفرة. اربعة. المسافة بين البقرة وكتب المرقاة ازا كان نصف كتر تكور المرقاة عشرين سنتيمتر. تبع عشر سنتيمتر. جيم. وضع جسم امام مرقاة مستوية على بعد واحد ونصف متر منها. ثم تحرك المسافة خمسة من عشر متر. مبتعدا عن موضوعه الاول. احسن. المسافة بين الجسم وبين صورته. في الحالة الثانية. الاول على بعد كام? واحد ونص. هتتكون له صورة على بعد كام? واحد ونص. طيب. وارجل ورا. كام نص متر? اصبح بينه وبين مرقاة اتنين متر. هتتكون له صورة ايضا على بعد اتنين متر. اتنين واتنين كام? اربعة متر.